ممكن يا دكتور تتكلم عن العند في فترة المراحقة؟ طيب هو الحقيقة السؤال ده بقى يعني من ضمن الأسئلة يعني حاضر هتكلم عن العند في فترة المراحقة وهتكلم عن حاجات كتير قوي في مرحلة المراحقة هنعمل لكم ملف كده عن فاكرين الحلقات اللي عملنا عن الحمل هنعمل حلقات كده مشابهة عن المراحقة لأن دي طلبت كتير قوي والحقيقة أن السبب يعني التأخر أن أنا بتكلم في الحلقات دي يعني أنا كمفروض أتكلم فيها من بدري على فكرة بس هي الحقيقة أن فيه معلومات بتتغير وإحصائيات تتغير برضو يعني فيه أبديت فيه تحديث بيحصل لأن فيه عوامل كتير قوي دخلوا على الخط في موضوع المراحقة ده يعني منها مثلا وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي علشان كده كلامنا في موضوع المراحقة ده هيكون عن الأساسيات الأساسيات هتفهموا قصدي لما نتكلم الأساسيات دي ما حصلش فيها تغيير الأساسيات العلمية إنما فيه مستجدات كده مش عارف بقى يعني لما هنتكلم عنها أو لما يعني يجي وقتها واتكلم عنها ممكن تعجب ناس وممكن ما تعجبش ناس تانية مش عارف أنا يعني عمل لكم تشويق ولا هتفهموا يعني بطريقة أبسط فيه حاجات في موضوع المراحقة زي الموضوع المراحقة دي مرحلة عمرية بيمر بيها يعني الطفل ثم مراحقة ثم البلوغ أو مش البلوغ النطجي يعني الشباب أو يبقى شاب أو بنتي يعني فتايا تمام بدل ما يبقى مراهقة أو مراهقة خلاص فيه محطات من النحية النفسية العلمية سابتة دي ما فيش فيها افصال يعني وفيها حاجات حديثة بتتحدث كل يوم بس حاجات علمية إنما فيه جوانب تانية بقى جوانب اجتماعية خضعة بقى لتغيرات مجتمعية أو تغيرات بتحسب في المجتمعات بتغيير قراء بمش عادي لف ودوري يعني مفهوم الصحة والغلط بقى يعني فاهمين قصدي يعني فيه ناس شايفين إن فيه حاجات صحة جدا وهي بالنسبة لناس تانية عايشين في نفس المجتمع في نفس الظروف شايفينها غلط جدا انتوا فاهمين قصدي يعني ودي الحقيقة يعني مش سمع عندنا بس في بلدنا أو ده في العالم كل وتحديدا بقى في التعامل مع المراهقين والتعامل في حاجات كتير قوي يعني يا رب بس ما كونش يعني لخبطتكو أنا قصدي إيه؟ أنا قصدي إن أنا لما هتكلم في الموضوع ده هتكلم في النواحي العلمية بس غصبا عني غصبا عني مجبر يعني إن هيبقى فيه جوانب ليه علاقة بالسلوكيات وبالأنشطة الاجتماعية فهقول رأي يعني ممكن نعتبره رأي شخصي فالرأي ده فيه ناس ممكن يعجبوا بيه وفيه ناس ممكن يرفضوه خالص وأنا يعني الحقيقة مش دبلوماسية بس هرحب بالحال تانية لأن دي قناعات بقى إنما اللي مفهوش خلاف هيكون العلم إن شاء الله لما يجي وقتها يعني عن الكلب